مباشرة من قصر قرتاج التقى اليوم الرئيس السيدة رئيسة الحكومة نجلة بودن التقى وتعرفوا أنه غدوة الخميس يحضروا إلى مجلس ويزاري ديما بنها الخميس ينعقد مجلس ويزاري وشرف عليه رئيس الجمهورية بيانسوا لازموا تحذير شنو الأهم النقاط شنو الملفات فما ملفات كبيرة تخص توين سلكل ويتابعوا فيها توين سلكل لتكون موجودة ومطروحة على طاولة رئيس الجمهورية مثلا كيف نحكيه وعلى النفاية الإيطالية النفاية الإيطالية لفما برشا مفاجئة تكشفهم هالملف هذية ونترقولها بأكثر تفاصيل دونك قيش سعيد زاد حكيه على ما يخص المحتكرين والمضاربين وقال المرة هذي المحتكرين بالقانون دونك أكد خليل لقاءه برئيسة الحكومة نجلة بودن إنه من بين أولويات المجلس الوزيري غدوة هو وضع قانون للتصدي للمحتكرين توا بش نخرجوا من المنطوق إلى حاجات ملموسة قانون نحكيه على قانون اللي بش نطبوه شنوه فيه وكيفش بش يتم تطبيق القانون كيفش بش يتم التصدي للمحتكرين لقوت الشعب وهذا ملف أرهاقة التونسيين برشا برشا وياريتي تم الضرب بيد من حديد على المحتكرين قاطر الناس دون ما في قلوبهمش رحمة يحتكر لك المواد بيش يجمحها ويبيحها السوق سودي مرش نواري بيحها في رمضان سوقتوه النوجي رمضان توا يعني الناس كلها والتي تتخبي معها تلقى حتى شايف السوق قال شنوه بش في رمضان في رمضان بينصور بش يسايبو كمية معين بش تبدل عبد ملهوفة وتجري مش خالطة ومش لقية وذي يتحكمهما في الأسعار متاحة وذي رغي لي المواد استهلاكية أخرى إلى غير ذلك يقول زيدا أنه النس هدوما يوصفهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بعديمي الإنسانية ويقول تقفوا راهم مجموعات ضغط لن تنجح فيما سعها هذا هي هدف رئيس الجمهورية اللي يقول فيق بكل الخطط ونسلي تضغط عليه المحتكرين بشيواصلوا الاحتكام وما همش بش ينجحوا يعني بش يتصدي لهم رئيس الجمهورية قيس سعيد يعلق زيدا على النفايات الإيطالية والنفايات في جهة السفيقس زيدا تعرفوا اللي صارت برشة احتجاجات في جهة السفيقس والرئيس كنلمح أكثر من مرة أنه فيما أطراف سياسية وراء الأزمة هذه يعني أزمة مفتعلة وفيما يشكون يشحن فيها معناها ويغذي في الغضب يقول السفيقس وأهلي السفيقس ذاقوا ذرعا من أزمة النفايات ويأكد اللي الدولة لازم تتحمل المسؤولية تمتاحها في رفع الفضالات المنزلية وإجاد الحلول سريعا طبعا يعلق زيدا على على التوينسة اللي موجودين في أوكرانيا دونك يقول أنه يشكر نسكلها اللي دخلت في الموضوع هذه على فكرة تونس هي الأولى أول دولة تقوم برحالات إجلق في ساعة في ساعة في السرعة هذه مزيت حتى دولة أخرى لمصر لمغرب لجزائر ولا حتى شيء اللي قامت بإجلق مواطنها تونس تمكنت توا من إجلق 500 مواطن 500 مواطن روحوا مازالوا تقريبا في حدود الألف نحب نعطيكم معلومة مهمة اليوم صراح بها تارق العلبي رئيس جمعية التونسين في أوكرانيا أنه التوينس اللي عندهم الجنسية الأوكرانية ما يخلوهم شي روحوا على خطر إذا كن يستحقوهم في التجنيد بشي عيتونها هذه معلومة ثاني حاجة وزير الخارجية اليوم الفجر في مطار تونس قارتاج الدولي وقت لعرض المروحين دوما قال أنه فما أخرين يعني فما توينسة في أوكرانيا ما يحبو شي روحوا قالوا ليه هنا قادي وليك رايي وضعيات خايبة برشا يعني في أوكرانيا فما مرأة حبلة في الشهر الثامن معناها وغادي ما تنجمش حتى تخرج بسمش الإسبتار ولا حاجة دونك متقلقين برشا وقادين يخدموا على الوضعية هذية يقول أنه العملية الإجلي انطلقت في أوقات قياسية ويأكد على أن الدولة لن تترك أي تونسي في العالم معالق مهما كان الثمن لأنه من دورها أن تحمي خطاب مطمئن ومهم للغاية دونك أحكيوا على جدول الأعمال متاع المجلس الوزراء القادم وحطوا نقاط على الحروف شنو أبرزهم من لي هو أبرزهم يعني معناها القانون اللي بيش حطوا ضد الاحتكار وضد المحتكرين نلقاه أنه رئيس الجمهورية في خطابته نهار الخميس في المجلس الوزري ديما يعلن على إجراءاته جديدة ويظهر يزد التوينسا استنسوا أنه انهار الخميس ينتظروا خطاب للرئيس بعد ما يشرف على أو قبل هو الحقيقة يقول الكلمة المصورة ديك قبل يقول أحنا باش نحكيه باش نحكيه بوجه الرسائل المتاعه يوجه الكلام المتاعه ومن بعد يعلن انطلاق المجلس يتقاس الفيديو ويمشيهما معناه يكملوا الفيديو توقيت الانعقاد متاع المجلس البيزيري مهوش مضبوط ساعة مش أصبح يعني ساعة في نصف النهار ساعة أكثر العشية ساعة يابط الخمسة ستة متاع العشية ساعة أكثر يعني التوقيت المتاعه مش مضبوط نظرا إلى أنه فم التزامات عديدة وبالتالي زدنا نعرف أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد تقابل يوم مع وزراء داخلية العرب في قصر قرطاج يتقدمهم وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وثلة كبيرة من وزراء داخلية العرب لأكدوا على ضرورة التنسيق بين دول العربية على المستوى الأمني مقاومة الجريمة المنظمة وغيرها من الأمور الأخرى خليني نقول لكم وأنه يعني المرة هذه أو الفترة هذه شفنا إنسجام كبير بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين رئيس الحكومة في الوقت اللي فم برشانيس يقول لك سيقيلها وقال لا هي بش تستقيل أو بش يحط في بلسطها واحد آخر زعم توفيق شرف الدين زعم ليه زعم شكون ولكن يبدو أنه فم تنسيق وتناسق ملحوظ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللي دفع تعليق قدوم وزراء الداخلية العرب وعلى إجراءة 25 نجويليا واللي يعني تحذر في كل ما تتقابل معه برشة مرات تتفكروا أنتم وقت اللي كان هشيم المشيشي رئيس حكومة ما كان شي قابله خاصة بعد وقت اللي بديت الخصومة وقتها في جام في تقريب جام في 26 جام أو 25 جام في 2022 ما عادش فم حتى لقاب نيتهم مرة بركز تدعاهم وقتها في ذكرى بيعاث الجيش ولا هكا إفنمو بتاع جيش في قصار قرتاج أكاهاو مين با عيطالهم ومرة أخرى بمساعي وقتها من لطف زيتون كليسر عليها ما صارت قابل مع رجل غانوشي لقاء وكاهاو من وقتها معناها كل حد شيد في كلمه وما كانش فم حتى توفق بين الرئيس ورشد الغانوشي على كل خليني نقولكم أنه فم يعني تناسق نلاحظو سيدة نجلة بودن مرة محليها نفس مومنة كما نقوله وتخدم في انسجام وتنغم تام مع رئيس الجمهورية قيس سعيد دونك طمنوا الجميع فماش منها الحكاية متاع الاستقالة ولا متاع الايقالة ولا بشي بدل ولا هذية في الوقت الحاضر على الأقل خليني نأكدهوكم أنه مفام ماش المرة تخدم على روحة قايمة بوجبتها قادة تتحرك بالقدي وتمشي فقط لنقص سيدة نجلة بودن حاجة وحدة كهو اللي نقصها من وجهة نظري هي أنها تبرز أكثر في الأعلى تبرز معناه تعمل حوارات تعمل لقاءات تشرف برجة تعمل خطابات معناه راهم يقع بالعكس راهم والإعلم يخدم صورة الحكومة ورئيس الحكومة والرئيس والكل لازم تكون حاضرة فقط النقطة هذية كهو إذا تحسن فيها أكثر فإنه بشيكون عملها يعني متكامل ترجمة نانسي قنقر